موسيقى السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مرحبا بكم ونبدأ النشرة بأبرز العناوين قرة محرم جازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى الفجرة النبوية الشريفة وحلول العام الفجري الجديد موسيقى تجشين مختبرات تنفيذ لقطاع الثروة السماكية واستثمار أكثر من 800 مليون ريال عماني في مشاريع جديدة بالقطاع موسيقى بمشاركة نقليمية انطلاق التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بمسقط موسيقى حماس تعلن حل لجنتها الإدارية بغزة والحكومة الفلسطينية تعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام موسيقى توقع على اتفاقية لتطوير كفاءات الرأس مال البشري في القطاع الأوجستي موسيقى ومن أبرز أخبارنا الرياضية موسيقى الحصان نفيس للخيالة السلطانية يفوز بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في محطته الأوروبية لعام 2017 موسيقى بعث حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة رئيس ميشيل باشليت رئيسة جمهورية تشيلي بمناسبة ذكر استقلال بلادها ضمنها جلالته خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامتها وللشعب تشيلي الصديق تلقى حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة رئيس شوكة ميرزو ييف رئيس جمهورية أوزباكستان ردا على برقية جلالته المهانية له بمناسبة ذكر استقلال بلاده أعبر فخامته من خلالها عن عميق شكره وتقديره لتهنئة وتمنيات جلالة السلطان المعظم الطيبة له معربا عن ثقته في استمرار تطوير التعاون الأسبكي العماني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين متمنيا لجلالته موفور الصحة ومديد العمر وللشعب العماني دوام التقدم والرخاء أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية اليوم قرارا يقضي بتحديد الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وحلول العام الهجري الجديد ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين وفيما يلي نص القرار بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وحلول العام الهجري الجديد ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين فقد تقرر أن تكون غرة محرم لعام ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين إجازة رسمية للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة على أنه إذا صادفت غرة محرم لعام ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر عام الفين وسبعة عشر ميلاديا فتكون الإجازة يوم الأحد الموافق الثالث من محرم لعام ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر لعام الفين وسبعة عشر ميلاديا عوضا عن ذلك وسوف يعلن عن ثبوت هلال الشهر محرم بواسطة الجهات المختصة كما أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة اليوم قرارا بتحديد الإجازة الرسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة للعملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لتكون يوم غرة محرم لعام ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا وأوضح القرار أنه إذا صادفت الغرة يوم الجمعة فستكون الإجازة يوم الأحدى الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري وأشار القرار إلى أن الإعلان عن ثبوت رؤية هلال الشهر سيكون بواسطة الجهات المختصة بالسلطنة موضحا أنه يجوز لأصحاب الأعمال والعملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت ضرورة العمل خلالها ونغتنم هذه المناسبة الجليلة لنرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبركات مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواما عديدة وعلى الشعب العماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركات وكل عام والجميع بخير أكثر من ثمانمائة واثنين وخمسين مليون ريال عماني قيمة استثمارات المشاريع الجديدة في قطاع الثروة السمكية جاء ذلك خلال تجشين مختبرات تنفيذ لقطاع الثروة السمكية هذا وتم تخصيص مساحة أربعة وستين هكتارا في الدقوم لتأسيس أكبر منطقة صناعات سمكية في الشرق الأوسط رأى التجشين مع للدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناع مع حلول عام 2023 المنتظر من قطاع الثروة السمكية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 616 مليون ريال عماني توجه استراتيجي يتابع تنفيذه بدقة من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابع تأكيدات جاءت في تجشين مختبرات تنفيذ لقطاع الثروة السمكية لو احتسبنا جميع الانشطة المرتبطة من نقل وتخزين وتصنيع هذا القيمة تتضاعف إلى حوالي مليار و400 مليون ريال عماني ستكون مساهمة القطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين من خلال المشاريع والبرامج في الثلاثة المحاورة الرئيسية التي هي طبعا قطاع الصيد مشقي الحرفي والتجاري قطاع السراع السمكي وقطاع الصناعات السمكية في الوقت الراهن يساهم قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة هي الأكبر بين الدول الخليجية في وقت تم فيه تخصيص مساحة 64 هكتارا في الدقم لتأسيس أكبر منطقة صناعات سمكية في الشرق الأوسط كما يتوقع إنتاج حوالي 293 ألف طن في السنة من المشاريع الاستثمارية الجديدة للاستزراع السمكي وكل هذه المعطيات يعني تبشر أن تكون السلطنة لها لها شيء كبير في مقالة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة نحن حقيقة الآن الثروة السمكية يتمثل المرتبة الثانية من بين القطاعات غير النفطية في اقتصاد السلطنة طبعا مع هذا البرامج من خلال هذا المشروع للتنفيذ والمتابعة السلطنة طبعا تكون لها موقع متميز قدا في المنطقة على مستوى العالم صيد الأسماك في السلطنة على بعد خطوات قليلة من الوصول إلى صناعة تنافسية بمستوى عالمي هذا ما أكده البنك الدولي في تقرير رسمي مع وصول قيمة استثمارات المشاريع الجديدة في القطاع إلى قرابة 853 مليون ريال عماني هناك التزام كاملا الآن من وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ استراتيجيات الحكومة لتطوير وتسريع وطيرة العمل في ظل متابعة مكثفة من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة فارس بن جمع الهيبي مسقط التطبيب من دون أضرار عنوان المؤتمر الإقليمي للتحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية الذي تستضيفه السلطنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التجمع الصحي يشهد مشاركة واسعة من الدول الأعضاء الذي يضم إحدى وعشرين دولة ويبحث التحديات الصحية ومعايير التقييم الصحي رعى حفل الافتتاح مع للدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي جودة وسلامة الأدوية المقدمة للمرضى ومأمونية التطبيب والابتعاد عن الأضرار الناتجة من الأخطاء الطبية يناقشها المؤتمر الإقليمي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط تحت عنوان التطبيب من دون أضرار يهدف هذا التحدي إلى نشر ثقافة ووعي بين العاملين في النظام الصحي وكذلك المشرعين وأصحاب القرار وبقية أفراد المجتمع كمستخدمين لنظام الصحي حول الاستخدام الآمن للأدوية طبعا هذا التحدي تم إطلاقه بناء على كثير من الدراسات والبيانات والتقديرات والإحصائية التي أظهرت حقم الضرر الناتج عن الاستخدام الغير الآمن للأدوية في المؤسسات الصحية المؤتمر الإقليمي يشارك فيه موثل أكثر من عشرين دولة في الشرق الأوسط يبحث التحديات الصحية ومعايير التقييم الصحي التي قدمت السلطنة من خلاله أموذجا في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتشمل أكثر من مائة وثلاثين معيارا صحيا في مختلف المجالات هدفة إلى تحسين الأنظمة الصحية والحد من المخاطر الناتجة من خلال تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين نأمل من هذه المشاركة بإذن الله أن نخرج بتوصيات عالمية ومحلية للتقليل من حدة الاستخدام الخاطئ للأدوية في القطاع الصحي وفي القطاع العام بشكل مباشر ونتبادل الخبرات إن شاء الله مع جميع الوفود القادمة إلى السلطنة ويتزامن تدشين التحدي الثالث لدول الأعظام على الاحتفال باليوم العالمي السنوي الأول لسلامة المرضى الذي تقدمت السلطنة لمنظمة الصحة العالمية بمقترح تخصيصه لمجال سلامة المرضى وتم يقراره مؤخرا ليكون في السابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام السلطنة عمان كانت الحقيقة رايدة في كثير من المجالات المتعدة بالنسبة لسلامة المرضى ونخص بالذكر في هذا موضوع الاعتماد المبادرة المنظمة العالمية للصحة لسلامة المرضى وكخطوة أولية تم تقييم أربعة مستشفيات من قبل منظمة الصحة العالمية شملت مستشفيين حكوميين هما نزوى والرستاق ومستشفيين خاصين حيث حصل مستشفى نزوى على المستوى الثالث من أصل أربعة مستويات وضعتها المنظمة للتقييم ويعتبر أول مستشفى في المنطقة يحصل على هذا المستوى من أول تقييم تقوم به المنظمة بينما حصل مستشفى الرستاق على المستوى الثاني في مجال تقديم خدمات صحية آمنة التطبيب من دون أضرار هو عنوان هذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين في رحاب جامعة السلطان قابوس ولعل من أبرز توصياته هو الوصول إلى خمسين بالمئة في جودة وسلامة الدواء المستهلك بالسلطنة خلال الخمس سنوات المقبلة أحمد بن راشد الهنائي محافظة مسقط بمشاركة ثمان عشرة دولة بدأت في مسقط أعمال الاجتماع الإقليمي الموسع السادس عشر للجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي والاجتماع الثالث للشبكة العربية لإدارة موارد المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة على مدى ثلاثة أيام يبحث الاجتماع مع منظمة اليونسكو أهم القضايا المتعلقة بأزمة موارد المياه في المنطقة العربية تجربة السلطنة في عملية استمطار الغيوم على طاولة البحث والنقاش في مسقط مع انطلاق الاجتماع الإقليمي الموسع السادس عشر للجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي في المنطقة العربية لإدارة موارد المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة الوطن العربي يواجه مشكلات مائية أو تحديات مائية كبيرة جدا من نذرة المياه إلى احتمال تأثير التغويرات المناقية وتقوم اللجان الوطنية باعتبارها من الجهات الناصحة لصانعي القرار في البلاد العربية ببرامج منها بناء القدرات ومنها تحسين استراتيجيات والسياسات المائية ودعم هذه السياسات ولذلك نحن ننظر إلى هذا الاجتماع بحد ذاته كاجتماع مفصلي خبراء من ثمان عشرة دولة يتدارسون على مدى ثلاثة أيام بجملة من أوراق العمل أهم القضايا المتعلقة بأزمة موارد المياه في المنطقة العربية وسط إشادة أممية بالتجربة العمانية اللجنة الوطنية الأممية للهيدرولوجيا الدولي تهتم بمواضيع بحوث المياه وأقد الندوات ومؤتمرات تخص المياه وموارد المياه في السلطنة أمم وفي دول العربية والآن نحن نستضيف هذا الاجتماع المهم الاجتماع كشف عن تحديات مائية كبيرة تواجهها الدول حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 35% من سكان الدول العربية يبلغ فيها نصيب الفرد من المياه أقل من 500 متر مكعب وأن 66% من مياه الدول العربية تأتي من خارج حدودها والسلطنة كباقي الدول العربية تعاني من محدودية الموارد المائية إذ تعتمد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي بنسبة 92% من المتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بعدد من التوصيات العلمية والعملية التي تهدف إلى تحسين وترشيد استخدامات المياه بدول الوطن العربي وفقا للطرق الحديثة أحمد بن عبدالله الندابي محافظة مسقط هذا واشدت منظمة اليونسكو بنجاح السلطنة في تنمية وإدارة مواردها المائية مشيرة إلى وجود ستة أفلاج عمانية على لائحتها الدولية للتراث العالمي هناك دليل على أهمية تجربة السلطنة من حيث اعتماد ستة من الأفلاج كتراث إنساني من التراث الإنساني الطبيعي أيضا عموما ننظر إلى تجربة السلطنة كتجربة رائدة ومميزة رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان حركة حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة وصفة قرار الحركة بالخطوة في الاتجاه الصحيح وكانت حركة حماس قد دعت في بيان لها حكومة رام الحمد لله للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها مبدية موافقتها على إجراء انتخابات عامة كخطوة أولى في اتجاه المصالحة وبعد طول انتظار من قبل الشعب الفلسطيني أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في غزة ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا هذا وأكدت من خلال بيان أصدرته على الموافقة على إجراء الانتخابات العامة وأنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة ليس أمام أبو مازل محافظة إلا نتعاطي بشكل إيجابي بشكل وطني بشكل مسؤول حتى يتم فعلا طي صفحة الانقسام بلا رجعة وحتى نتفرق لمشروع وطني فلسطيني يرتكز على خيار الوحدة والمقامة في مواجهة كافة التحديات ما فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الإعلان من قبل حماس جاء استجابة منها للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية الموضوع حتى الآن هو في إطار سحب الضرائع وكيفية إلقاء كل طرف الكرة في مربع الطرف الآخر لأن المسائل المطروحة عديدة وعميقة وبعد عشر سنوات تحتاج إلى حوار حوار لأيام وحوار وطني مع الكل قرار حماس لقي ترحيبا شعبيا وفصائليا وسياسيا من مختلف الأحزاب والحركات الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة والشتات بما فيها حركة فتح وصفة القرار بالوطني المسؤول لمصلحة الشعب الفلسطيني وثمنت الدورة المصرية على جهوده بجمع طرفي الانقسام في سبيل تحقيق المصالحة تؤكد القوى على ضرورة قدوم حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع من أجل القيام بمهامها في أمل في هذا وهذا ليش لمصلحة الشعب يعني إن شاء الله إحنا إحنا إيش بدنا غير هيك إنهم يتصالح وتعيش البلد بأمان وحرية يبدو أن توالي الخيبات التي مرت فيها المصالحة على مدار سنوات جعلت الفلسطينيين في غزة في حالة عدم تصديق لتحقيقها إلى أن جاء قرار حماس بحل اللجنة فسرعان ما عاد الأمل من جديد في قلوبهم منحلس لتلفزيون سلطنة عمان غزة فلسطين في العراق قتل نحو عشرة أشخاص وجرح آخر ونجر انفجار وقع بمدرسة حكومية في مدينة الموصل وذكرت مصادر أمنية عراقية أن التفجير يأتي بعد تفخيخ المدرسة من قبل تنظيم داعش مضيفة أن التفجير خلف إصابات إلى جانب الضحايا من جانب آخر أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية استعادة ناحية العكاشات في طار عمليات عسكرية تمهيدية بدأتها لاستعادة مناطق يسيطر عليها التنظيم غرب محافظة الأنبار وإلى التطورات في سوريا حيث قطع الجيش السوري خطى الامداد الرئيسي لتنظيم داعش في مدينة دير الزور بعد السيطرة على حي الجفرة على الضفة الغربية لنهر الفرات وقال مصدر بالجيش السوري إنه بعد السيطرة على حي الجفرة لا يمكن لعناصر تنظيم داعش الفرار إلا بعبور نهر الفرات باتجاه الضفة الشرقية والهروب باتجاه البادية أو البوكمال والميادين وفي جانب آخر أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية لكل من روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تسببت في مقتل أكثر من ثلاثين شخصا في محافظة ديرزون أدان الرئيس الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكية تجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية والتي جاءت بعد أيام من إصدار مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات جديدة على بيونجانغ وتعهد رئيسان الأمريكي والكوري بتشديد الضغوط على كوريا الشمالية وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان لها إن الاستفزازات الكورية الشمالية ستكلفها المزيد من العزة الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية ويسعى المجتمع الدولي لاحتوى التحديات المتزايدة لكوريا الشمالية التي أثارت قلقا دوليا في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت تجربة نووية سادسة هي الأكبر في تاريخها وأطلقت صاروخين فاليستيين مؤخرا النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل بمشاركة محلية ودولية حلقة عمل في مصقى تبحثوا تطوير استراتيجية الحفاظ على البيئة البحرية ترجمة نانسي قنقر ورّت محرم جازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد تجشين مختبرات تنفيذ لقطاع الثروة السماكية واستثمار أكثر من 800 مليون ريال عماني في مشاريع جديدة بالقطاع بمشاركة إقليمية انطلاق التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بمسقط حماس تعلن حل لجنتها الإدارية بغزة والحكومة الفلسطينية تعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء تحت شعار كوني واعية بصحتك النفسية انطلقت فعاليات المنتدى الدولي للمرأة والتحولات النفسية في الإعلام بمسقط المنتدى الذي تنظمه هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بشرق الأوسط تصديفه السلطنة خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري المرأة وتحولاتها النفسية في ظل المتغيرات العالمية شغلت بال الكثيرين مما حدا بأكثر من عشرين متحدثا من مختلف الدول العربية للالتقاء في المنتدى الدولي الأول الذي يناقش رصط الإعلام للتحولات النفسية التي تواجه المرأة يأتي هذا الموضوع الصحة النفسية في ظل هذه المتغيرات إعلاميا كيف يمكن تقديم مقترحات كيف يمكن تقديم معالجات كيف يمكن دعم المرأة في هكذا قضية المنتدى وعلى مدى ثلاثة أيام يطرح من خلال جلساته النقاشية عددا من المواضيع منها المرأة والمتغيرات العالمية ودور الحكومات والمنظمات الدولية في تحسين صحة المرأة كما يسلط الضوء على المرأة العربية في الشريعة والواقع الاجتماعي موقف الإعلام من التحولات النفسية التي تمر بها المرأة يأخذ حيزا واسعا من النقاش ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الإعلام نجح في تسليط الضوء على هذه التحولات يتحدث البعض الآخر عن قصور إعلامي يجب الوقوف عنده البرامج الدرامية والمسلسلات للأسف الشديد تظهر المرأة بصورة سلبية نتمنى أنه يكون الصورة التي تعرض في الإعلام للمرأة تكون دائما إيجابية يعني الحقيقية للمرأة والمرأة أساسا إذا قامت بدورها الحقيقي في المجتمع أولا وبعدين أهم حاجة أسرتها إذا قامت بدورها كأم وكزوجة لازم أنه حالتها النفسية أصلا بتكون الحمد لله بتكون طيبة ما زلنا نحتاج إلى جهود لكي نعنى بإمرأة فلاحة إمرأة عاملة إمرأة تبدو التلفزيون والراديو موجهة أساسي لها أكثر من إمرأة تبدو التقنية المتقدمة هي التي تجلس عليها يجب أن ندرك أن التقنية لا تتاح لألاف من السيدات بل ملايين على هامش المنتدى تقام حلقات عمل تستعرض جوانب متعددة منها ما يسلط الضوء على القضايا المختلفة للمرأة ومن الحلقات ما يدرس مستوى اهتمام الإعلام الجديد بهموم حواء الورقة التي تقدمها تتناول صورة المرأة في الإعلام بحكم المهنة ومخرج رصد التقارير التي تقدم المرأة في مصر وفي الوطن العربي خاصة الصورة النمطية التي تكرسها وسائل الإعلام للمرأة منتدى المرأة والتحولات النفسية باختلاف محاور جلساته يحمل رسالة للمرأة مفادها أن وعي المرأة بصحتها يجب أن يكون أول أولويات اهتمامها انتصار بنت حبيب الشبلية محافظة مسقط طلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه اليوم على بيان اللجنة الفنية المعنية بلالية المرحلية للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان وقدمت اللجنة عرضا مرئيا تناولت فيه خصائص اللجنة ودورها في مجال التخطيط العمراني كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع توصيلات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية والمتضمنة مخاطبة مجلس البحث العلمي للاستفادة من البرامج والبحوث العلمية وتوصيته الخاصة بتحديد متطلبات سكان منطقة الداب لعرضها على المجلس البلدي وإعادة تشكيل الفريق الذي يتولى دراسة مقترح تنظيم الحملة الإعلامية للمحافظة على النظافة بالأماكن السياحية والعامة كما اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة والتي تضمنت اختيار مسميات لبعض مناطق ولايات محافظة مسقط واعتماد توصية اللجنة القانونية المتضمنة تجميع المزيد من المعلومات والبيانات والإحصائيات المطلوبة لدراسة موضوع تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط بحث عدد من الأمور الأكاديمية والتدريبية المختلفة بين السلطنة وجمهورية كوريا كانت محور لقاء اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمير كلية الدفاع الوطني بوفد جامعة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الذي يزور السلطنة حاليا وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج تطوير الموظفين العمانيين البرنامج صمم لإكساب الخرجين المهارات الفنية والتشغيلية التي يحتاجونها للعمل في صناعة النفط والغاز رعى حفلة تخرج سعادة السيد سالم بن مسلم البسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري 281 خريجا وخريجا احتفت شركة تنمية نفط عمان بإكمالهم متطلبات برنامج تطوير الموظفين العمانيين للدفعة الأولى التي شملت تسعة تخصصات وغطت أربعين مهنة هذا الحظم الحقيقي شمل أكثر من 280 موظف وموظفة ونتمنى للخرجين دوام التوفيق والتقدم وهي حقيقة تقربة ثرية اعتقد ممكن بيهات أخرى أن تستفيد من هذه التقربة البرنامج استمر ثلاث سنوات وصمم لإكساب الخرجين المهارات الفنية والتشغيلية التي يحتاجونها للعمل في صناعة النفط والغاز عبر مزيج من التدريب على رأس العمل والتعليم الإلكتروني والتوجيه والإرشاد برنامج تدريب الموظفين التي تقدمها شركة تنمية نفط عمان للموظفين هذه مددها ثلاث سنوات حيث هذا البرنامج تقدم دورات متنوعة للخريج لأن الخريج المتخرج من جامعات كوليات ليس عندهم أي خبرة في مجال العمل بحيث هذا البرنامج تقدم دورات أيضا اكتسب الطالب خبرات من خلال يمر على عدد المراحل إلى عدد الأقسام لإكتساب الخبرة وأيضا صق المهارات هذا البرنامج كان بالنسبة لي مثل منقض لتطوير المهني في هذا الشركة وحقيقة استخدمناه كديركشن بالنسبة لنا وين هو المقالي المفترض تخصص فيه وكيف أني لازم أحقق طموحي في الدائرة لتقنية معلومات حقبة النفط الرقمية هي الهدف الرئيسي الذي تعمل شركة تنمية نفط عمان على تهيئة كفة الجوانب اللازمة له وأمها تاهيل الشباب العمانيين ورعايتهم حتى يصبحوا قدرين على العمل في البيئات التشغيلية الآنية باستخدام أحدث التقنيات المساحة القادمة يأخذون فيها الزميل خالد العبري إلى آخر أخبار المال والأعمال مرحبا خالد أهلاً وسهلاً يا عبد تفضل إلى الأخبار الاقتصادية نحن في أوربك فخورون بخدمة عمان أهلاً بكم وقعة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات السياد اتفاقية مع الصندوق الوطني للتدريب لتطوير كفاءات الرأس مال البشري في القطاع اللوجستي الاتفاقية تهدف إلى تحقيق خطط الاستراتيجية اللوجستية الوطنية التي تسعى إلى توفير نحو 80 ألف فرصة عمل في القطاع بحلول عام 2020 ليرتفع العدد إلى نحو 300 ألف فرصة في عام 2040 نظرة نحو استغلال القطاع اللوجستي بالسلطنة وتفعيله بالشكل الأمثل ليكون أحد القطاعات الرئيسة في دعم الناتج المحلي نظرة رسمت لها المجموعة العمانية العالمية للوجستيات السياد خارطة للوصول إليها حيث وقعت المجموعة ممثلة في عمان للوجستيات اتفاقية مع الصندوق الوطني للتدريب تتصل بتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين نحو تطوير كفاءات الرسمال البشري في القطاع اللوجستي التي تسعى فيه المجموعة لتوفير نحو 80 ألف فرصة عمل في القطاع بحلول عام 2020 ليرتفع العدد نحو 300 ألف فرصة في عام 2040 الاتفاقية تركزت على تسهيل خطط تطوير الكفاءات الوطنية وبناء قدرات الموارد البشرية الوطنية وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني في قطاع الخدمات اللوجستية إلى جانب العمل مع الجهات ذات العلاقة على دراسة وتحليل احتياجات السوق من أجل المطابقة بين العرض وحجم الطلب الحالي والمستقبلي وخلال توقيع الاتفاقية أكدت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات السياد أن شركات القطاع بدأت في طرح العديد من الوظائف والتدريب من أجل التوظيف تمثلت منها في شركة مواصلات التي أعلنت مؤخرا عن العديد من الوظائف وكذلك الحوض الجاف خاصة مع تنفيذ الخطة الرامية إلى تطوير الأعمال فيه الاستراتيجية اللوجستية الوطنية تسعى أن تكون حصة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار ريال عماني مع حلول عام 2040 يوسف بن سعيد الرواحي مسقط حصلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الميدالية الذهبية لجهودها المتواصلة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك في احتفالية نظمتها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بجمهورية مصر العربية وخلال الاحتفال قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي استعرضت فيه تجربة وأدوار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في خدمة المجتمع من خلال دورها في تكوين لجنة لدعم مشاريع وبرامج تنمية المجتمع المحلي كما أشاد رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بفريق الهيئة على مساعيهم في خدمة برامج دعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مفاهيمها بالمجتمع مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان الصفوة من شركة أعلاف الضفار علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة الصفوة طازج وصحي أوربيك ريادة في التنمية والإنتاج نعمل لتحقيق التنمية المستدامة مواردنا البشرية سر نجاحنا نضع السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتنا شركاء في تنمية المجتمع نحن في أوربيك فخرون بخدمة عمان عمليات جني أرباح خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي أدت إلى تراجع طفيف لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي انخفض دون مستوى الخمسة آلاف نقطة تعرض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لعمليات بيع خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي استغل فرصة جني الأرباح على بعض الأسهم أدت إلى تراجع طفيف للمؤشر العام بخمس نقاط تقريباً فيما بلغت قيمة التداول مليون وثلاثمائة وستين ألف ريال عماني وأتم التداول بأكثر من سبعة ملايين وثمانمائة ألف سهم في سياق آخر أشار تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض وذلك على خلفية الزيادة الأكثر من المتوقع في الطلب في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية بجانب انخفاض امدادات أوبيك والمنتجين من خارجها ما نعاني اليوم بالسبب أن أيضاً أسواق الخليج أحجام التداول فيها ضعيفة جداً فهي السيولة في المنطقة واضح أنها متأثرة بشكل كبير لأننا نشوف أن بيع الأجانب في طرف واحد فقط البيع ولا توجد أوامر شراء كبيرة من الأجانب في معظم الأسواق الخليجية قد يكون بداية أكتوبر مع نتائج الموضوع متغير ويتغير بشكل أفضل كثير لأننا متوقع أن نتائج تكون أفضل من التوقعات بشكل أكبر المستثمرون الآن يراقبون تطورات السوق عن كثب حيث نرى أن تركيز مديري الصناديق والاستثمار المؤسسي ينصب حالياً نحو تطورات محددة تتعلق بالاندماجات والاستحواذات وهو ما يتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة مستويات السيولة في قيم وأحجام التداول في تحسن مستمر وذلك في ضوء الاكتتابات الأولية المرتقبة والإعلانات الحكومية إضافة إلى موسم نتائج الشركات القادم سعود بن سعيد المعولي محافظة مصغط أوربيك ريادة في التنمية والإنتاج نعمل لتحقيق التنمية المستدامة مواردنا البشرية سر نجاحنا نضع السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتنا شركاء في تنمية المجتمع نحن في أوربيك فخرون بخدمة عمال أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تم تسجيل 369 طلب براءة اختراع في عام 2016 وتوزعت هذه البراءات على مجالات تقنية مختلفة مثل التركيبات الكيميائية والصيدلة والميكانيكية والإلكترونيات وتقنية الاتصالات وتقنية استخراج الغاز والنفط وقالت الوزارة أن براءة الاختراع تمثل مؤشرا مهما لقياس أعمال البحث والتطوير والإبداع التكنولوجي وتساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني مشيرة أنه تم منذ بداية العام الجاري الاعتماد على الفحص الفني داخل دائرة الملكية الفكرية بالوزارة وسرعة القيام بدراسة الطلب من الجانب القانوني والفني نشرتنا الاتصادية انتهت شكرا لكرم المتابعة نحن في أوربك فخورون بخدمة عمال دشنت وزارة الصحة برنامج التصحيح الإلكتروني بمعهد الرساق للتمريض كخطوة أولى في مسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة مخرجات المعاهد الصحية بالسلطنة البرنامج سيتيح المجال لتحليل النتائج وتقديم التغذية الراجعة لتجويد التعليم الصحي حلقة العمل التدريبية للتصحيح الإلكتروني والذي حضره المعنيون في المؤسسات التعليمية بالمعاهد الصحية في السلطنة تعد خطوة للتحول الرقمي حيث تم تدشينه في معهد الرساق للتمريض كمرحلة أولى سيسهم هذا البرنامج في تحديد دقة عالية في مخرجات التصحيح للطلبة وقد لاحظنا جميعا أن المشاركين كانوا جميع مداء المعاهد من المعاهد الصحية بوزارة الصحة بحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة وقد يعطي هذا توقف لقيام هذه المعاهد باستخدام هذه التقنيات مستقبلا متى ما أثبت فاعليته في معهد الرساق مستقبلا بكبسة هذا الزر ستكون نتائج امتحانات طلبة معاهد التمريض متاحة بعد أداء الطلبة لامتحاناتهم بدقائق في استفادة قصوى من اتقانه وفي اختصار للوقت والجهد جهاز التصحيح الإلكتروني هذا ومن خلال ما يمتاز به سيسهم في تجويد التعليم الصحي عبر جوانبه الإيجابية في رفع كفاءة مخرجات المعاهد الصحية التصحيح الإلكتروني ليس جهاز للتصحيح فقط فإنما هو يتيح فرصة لتحليل مدى صعوبة الامتحان بالإضافة إلى تقييم أداء الطلبة بالامتحان وتعرف على مدى فهم الطلبة للمادة العلمية تصل دقة هذا الجهاز إلى حوالي 99.9% كما يمتاز بعمل تحليل للامتحانات اللي نقوم بعملها هنا في المعاهد مما يتيح لنا فرصة لإعادة النظر فيها وعملها مرة أخرى على حسب التغذية الرجعية التي نحصل عليها من الطلاب أو المدرسين القائمين على هذه العمال كما يمكن تحويلها إلى الهاتف النقال للاطلاع عليها بالناس المعنيين بالامتحانات معنا هنا في المعهد القائمون على البرنامج كشفوا عن إمكانية ربط نتائج وتحاليل هذا الجهاز بتطبيقات الهواتف الذكية والتي ستعين عضاء هيئة الترريس القيام بنفس المهام التي يوفرها جهاز التصوير الإلكتروني وبكلفة زهيدة عبدالله بن عامر الويهي من معهد الرستاق للتمريض محافظة جنوب الباطنة وننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل عبدالعزيز الوهيبي عبدالعزيز مساء الخير مساء الأنوار حنيفة أهلاً يا حقوق إليك الكلمة شكراً السلام عليكم أهلاً بكم إلى أخبار الرياضة استطاع الحصان نفيس للخيالة السلطانية الفوز بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في محطته الأوروبية لعام 2017 وذلك في منافسات الديربي العربي البريطاني والذي أقيم على مضمار دونكاستر البريطاني حيث بلغت مسافة السباق 2000 متر وخصص للخيول العربية الأصيلة الفئة الأولى وحسم الحصان نفيس المنافسة القوية التي شهدها السباق لمصلحته بقيادة من الفارس تاج أوشي يذكر أن هذا السباق يعد ختاماً لأفضل سباقات الخيل الكلاسيكية على المضامير البريطانية وفاز نفيس بالمركز الأول أربع مرات من أبرزها فوزه بكأس الديربي الفرنسي بفرنسا وفوزه بكأس الديربي البريطاني بالمملكة المتحدة خطف الشباب الفوز من أمام حامل اللقب ظفار ليفوز بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثانية من دور عمانت لكرة القدم حيث تمكن ظفار من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق المحترف لاوسن بكي وفي الشوط الثاني عدل الشباب النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة والثمانين عن طريق فنسيو ليخطف بعدها محمد السيابي الفوز للشباب في الوقت بدل الضائع وينتهي اللقاء بفوز الشباب هدفين لهدفه وفي لقاء آخر واصل النصر تقديم عروضه الجيدة هذا الموسم بتفوقه على المضيب بهدفين نظيفين من إمضاء المحترف إيتور آيسن والمتألق يونس لمشيفري كما تعادل صحار مع ضيفه مصطط بهدف لهدف في لقاء شهد إثارة كبيرة بين الفريقين ونبقى مع أخبار دوري عمان تل حيث تفوق السويق على نادي عمان بثلاثية فيما كسب العروب مرباط بهدفين نظيفين حيث تمكن السويق من كسب لقائه أمام نادي عمان بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتقدم نادي عمان في بداية اللقاء عن طريق ثنائية حاتم الحمحمي ليعود بعدها السويق للمباراة بتسجيله ثلاثية عن طريق ياسر الشيادي وعلي البوسعيدي والمهاجم خالد الهاجري وفي مواجهة أخرى تفوق العروب على مرباط بهدفين نظيفين من إمضاع امران الفارسي والمحترف اليمني عبد الواسع المطري كما تفوق صحم على النهضة برباعية مقابل هدفين شهدت مواجهة الهلال وأحد ضمن دور جميل السعودي للمحترفين تألق قائد المنتخب الوطني الأول الحارس علي الحبسي والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد وشهد اللقاء الأول للحبسي مع الهلال حمله شارة القيادة للنادي الأزرق ونجح الحبسي من الحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة بعد أن تألق في التصدي لأكثر من كرة لنادي أحد أبرزها في الدقيقة الأخيرة ليخرج الهلال منتصرا بهدف وحيد ويحقق انتصاره الثالث على التوالي أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم مواجهة الهلال السعودي وبيروز الإيراني ضمن إياب نصف نهائي دور أبطال آسيا للحكم الدولي أبو بكر أحمد الكاف ويأتي اختيار الكاف لإدارة هذه المباراة الكبيرة تأكيدا على قيمة الحكام العمانيين بعد تألقهم الكبير في أكبر المحافل القرية والعالمية المباراة التي تقام في السابع عشر من أكتوبر القادم ستحظى بطاقم تحكيم عماني بقيادة حكم الساحة أبو بكر الكاف وحمد المياحي مساعد أول وأبو بكر العمري مساعد ثاني فرض التعادل السلبي نفسه بقوة في ديربي مدينة لندن بين تشيلسي وضيف أرسنل في قمة شهدت الكثير من الأحداث إلا تسجيل الأهداف بعد صمود الشباك 90 دقيقة المباراة التي دارت أحداثها ضمن الجولة الخامسة من الدور الإنجليزي الممتاز على ملعب ستانفورد بريج شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين والكثير من البطاقات الصفراء أسفرت في النهاية عن طرد مدافع تشيلسي البرازيلي ديفيد لوبيز إلا أن الفريقين فشل في تسجيل الأهداف بعد فرص كثيرة كانت متاحة للتسجيل التعادل منح أصحاب الأرض النقطة العاشرة بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة في الجولة الأولى من جانبه نال أرسنل النقطة السابعة بعد حالتي انتصار وخسارتين وحال التعادل ختام أخبار الرياضة شكرا لكم عقدت وزارة البيئة والشؤون المناخية حلقة عمل حول تطوير استراتيجية الحفاظ على البيئة البحرية واجتماع فريق العمل الفني وأدوات الاتصال المعني بها الحلقة شارك فيها مختصون من داخل السلطنة وخارجها وتناولت أخرى المستجدات في البيئة البحرية للسلطنة تتميز السلطنة بشواطئها الخلابة التي تتباين طوبغرافيتها من جرف صخري وخلقان وشواطئ رملية تعانق الأمواج وتشكل البيئة البحرية أهمية كبيرة وفوائد كثيرة ومن هذا المنطلق عقدت حلقة العمل هذه وناقشت المشاكل التي تتعرض لها والضغوطات سواء الطبيعية أو البشرية ووضع الخطط اللازمة للحد من هذه الضغوطات والمشاكل وأيضا الاستخدام المستدام للبيئة البحرية مثلا الاستخدام المستدام في استثمار السياحة البيئية في المحميات الطبيعية وإدارة مصائد الأسماك وغيرها حلقة العمل كشفت عن أن السلطنة قامت بالتنسيق مع الحكومة اليابانية بإعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية لفترة خمس سنوات أعتقد حماية البيئة البحرية مهمة جدا فيما ذلك اليابان وأيضا علاقاتها مع دول عربية وشارك الوسط وأتمنى أن تكون مزيد من تعاون بين اليابان وسلطنة أمان في مستقبل قريب في هذا المجال كما كشفت أيضا عن أن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية هي مكمل للاستراتيجية البيئة البحرية للأمم المتحدة أود أن أهنئ حكومة عمان على هذه المبادرة الهامة استراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية والتي هي مكملة لعملنا في الأمم المتحدة للبيئة في تحضير الإقليم الخليجي وإقليم المنظر البروكمي التي تقوم بالتحضير لإستراتيجية طويلة الأمد لحماية البيئة البحرية مكمل القول هنا أن تطوير الإستراتيجية يأتي بغية المساهمة في التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل لموارد بيئة عمان البحرية كجزء من رؤية عمان 2040 تعد استدامة البيئة البحرية من الأمور المهمة جدا للسلطنة خاصة وهي تحمل معها التنوع البيولوبي والتنوع الطبيعي إذا لابد من وضع استراتيجية طويلة الأمد لحمايتها إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مصقف النشرة انتهت وهذا تذكير بأبرز عنوينها غرة محرم نجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد تجشين مختبرات تنفيذ لقطاع الثروة السمكية واستثمار أكثر من 800 مليون ريال عماني في مشاريع جديدة بالقطاع بمشاركة إقليمية لانطلاق التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بمصقف حماس تعلن حل لجنتها الإدارية بغزة والحكومة الفلسطينية تعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام في ختام نشرتنا شكرا لكم على حسن المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار في أمان الله